السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا شباب راح نشرح كيفية تصغير أو تكبير حجم الأيقونات أو البرامج اللي على سطح المكتب في الويندوز فهذه الطريقة جداً بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونه تروحون على قائمة إبدا وبعد كذا تروحون على الإعدادات بعدين من هنا تروحون على هذا الخيار بعد كذا يا شباب تروحون على الديسبيلي وبعد كذا راح يظهر عندكم هذا الخيار اللي هو Make Everything Bigger فمن هنا تختارون حجم الأيقونات أو البرامج وش الحجم اللي تبغانه الآن اللي هو 100% هذا الحجم الطبيعي فلو تخلونا الآن 125% لو تلاحظون الأيقونات اللي على سطح المكتب كلها صارت حجمها أكبر وبرضو الاعدادات هنا برضو لو تفتحون أي ملفات هنا ملفات تكون بشكل أكبر فخلونا الآن نغير الحجم إلى أكبر شيء اللي هو 175% فلو تلاحظون تكبرت عندي الواجهة وهنا عندكم سطح المكتب صارت بشكل مكبر الأيقونات وأيضا هنا تكبرت عندكم الأيقونات فهي تبغوني شباب ترجعونها للحجم الطبيعي فقط ترجعونها على نفس العدادات تخلونا هذا اللي هو 100% فرح ترجع عندكم العدادات للوضع الطبيعي فهذا كان يا شباب شرح اليوم أتمنى أنه كان شرح بسيط وسهل لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر